في سؤال بيقول ليه الهراطقة يحاولون تغيير حقيقة الكتاب المقدس والام المسيح وحقيقة الاخريستية ولا يترك المسيح مدام لديهم هذا الشكل على رأيك الحقيقة يعني في ناس لما ما يحب يعني ما يأمنش بكتاب المقدس ما يأمنش بألام المسيح الخلاصية ما يأمنش بالإفخارستية فيترك المسيح أو يترك الأرثوذكسية ويعطنك فكرة أخ وده بيبقى واضح مع نفسه وواضح مع الناس عارفين احطبا متألمين عليه أنه هو مش مصدق ومش مقامن وساب الكنيسة وساب الإيمان شيء مؤلم لكن أهون من اللي يقول لا أنا أرثوذكسي ويغير في فكرة الأرثوذكسية حسب مزاجه ده مش حق مفروض أنا لما أكون أرثوذكسي معناها بقى أؤمن بما تؤمن به الكليسة الأرثوذكسية فاكروا أنا لما كنت طالب البابا شنودة عمل سلسلة من المحاضرات معنا أنا كنت في كلية الطب في عين شمس تقريبا سنة يمكن ثمانية أو سبعين أو سبع وسبعين زميل لينا كان الهارتاقة وكان بيعلم بيها في وسط زملاتنا فرحوا الطلبة زملاتنا قالوا للبابا شنودة قال لهم طب أنا هجي لكم في اجتماع الأسرة أسرة استفانوس لغاية داتي لسه شغالة يعني واجتماعنا كان في الأمبرويس في المسرح يوم الخميس فجه البابا شنودة في الاجتماع بتاع الأسرة وقعد يشرح لنا الخلاص في المفهوم الأورثوزوكسي عكس اللي بيشيعوا هذا الأخ الزميل ولما الكلام كتر وطال قالها جيل كل أسبوع جاء أكمل وجه البابا شنودة في الاجتماع لطلبة كل الطب يكمل تاني أسبوع وثالث أسبوع في ثالث مرة وقف الأخ الزميل اللي كان بيشيع الكلام الغلط في وسط الاجتماع يناقش البابا شنود فسيدنا كان بطول بال يجاوب عليه والكلام اللي أنا بقوله ده متسجله موجودة على اليوتيوب وبعدين قال له يا ابني الكلام اللي أنت بتقوله ده مش أورثوزوكسي قال له لأ ده الأورثوزوكسي الصحيح يعني فقال له أنا بابا الكليسة الإبطير الأورثوكسية وبقول لك الكلام ده مش أورثوزوكسي فقال له إذا كان الأورثوزوكسية مش بتقول لأنا بقوله يبقى أنا مش أورثوزوكسي فالبابا قال له أنت حكمت على نفسك وبعدين التفت إلينا وقال يا جماعة من حقق أي واحد يفكر بأي طريقة بس لا ينسبها للأورثوزوكسية من حقق تأمن بأي حاجة بس متقولش هيدي الأورثوزوكسية المشكلة أن الواحد يعلم حاجة غلط ويقول للناس هو ده الصح هو ده الصح في نظرك قول كده أنا في حقيقة أم مقتنع بكذا لكن ما تقولش الكنيسة بتقول كده وتزيف إيمان الكنيسة وتخدع الناس فيحنا عايزين نتعلم دي أنا يجب أن أكون أمين للمكان اللي أنا فيه فيه أنت شغال في شركة لها بوليس معين التزم بهذه البوليس ده إحنا بنعمل كده عشان بتتعش عيشك طب أنت الكنيسة اللي أنت بتتخدم فيها وبتصلي فيها ما بتقول عليها كنيسة الأورثوزوكسية يبقى خلي إيمان نقبتي أورثوزوكسي مش جاي أنت بإيمان خلقدوني أو إيمان بيزانتي أو إيمان بروتوستانتي حقك حقك تومن بأي حاجة بس ما تعلمش أن ده إيمان الكنيسة الأورثوزوكسية تاخدوا من الكنيسة الإبطية من خلال البابة والمجمة من خلال الليتورجية اللي بنصلي بيها فإزاي أنت تقول حاجة مش موجودة في الكنيسة وتدعي أنها موجودة في الكنيسة هي محاولة يعني إضعاف الكنيسة أو أن الناس توجد نوع من الخلل أو الانشقاك أو السجس أو التشكيك لكن تظل الكنيسة شامخة والحاجات دي كلها بتقع ما تخفش يعني ترجمة نانسي قنقر